علماء جامعة أديلايد اكتشفوا ومعها جنوب أستراليا أيضا للبحوث الصحية والطبية اكتشفوا أن تناول الطعام في غضون فترة زمنية محددة يقلل من خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري يفيد موقع ميديا ميديكال إكسبرس بأن الدراسة أجريت بمشاركة 15 شخصا من المعرضين بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تتضمن شروط التجربة السماح لهم بتناول طعامهم المعتاد الذي تعود عليه خلال الفترة من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء أو منتصف النهار حتى التاسعة ليلا من دبي الدكتور أحمد حسون استشاري أمراض الغضط الصماء والسكري ينضم إلينا أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ربما الحديث بأساسه هو عن مفاهيم عن مرض السكري أكثر منه ممارسات يعني مثلا يقال أحيانا أن الإنسلين يسبب الإدمان عليه يمكن أن يؤدي في الاعتياد عليه إلى مضاعفات خطرة إلى أي مدى المعلومات عن مرض السكري مغلوطة؟ طبعا شكرا على الاستضافة بالنسبة لهذا الموضوع موضوع الإنسلين من المعلومات اللي شائعة وخاطئة طبعا أكيد طبعا لا يوجد إدمان لموضوع استخدام الإنسلين وإنما الحاجة إليه لضرورة ضبط السكر فبعض الحالات تحتاج إضافة الإنسلين لضبط السكر إلى مستوى المطلوب لكن قد يترافق أحيانا عند بعض المرضى استخدامهم الإنسلين بشكل متأخر وقد تعرضوا إلى مشاكل مضاعفات للسكري مثل اعتلال الأطراف أو تقرحات في القدمين فعند ذلك الوقت إذا بدأوا استخدام الإنسلين قد يؤدي إلى حجوث المضاعفات التي قد ستحدث ولو لم يستخدموا الإنسلين لكنهم يربطوها باستخدام الإنسلين على سبيل المثال عند الأقارب يقولون أقربائنا أو أصدقائنا استخدموا الإنسلين وحصل معاهم اعتلالات طرفية وتقرحات وقسم منهم الغرغرينة وما شابه ذلك لكن ليس الإنسلين هو السبب هو المضاعفات التي حدثت وتستمر في الاستمرار والتضاعف الأكثر والأكثر تؤدي إلى حصول التقرحات الشديدة والغرغرينة والبتر أحيانا لكن ليس السبب هو الإنسلين أبدا طيب يعني إذن الحديث الدائم عن أن السكري مرض يمكن العيش معه ولكن ينبغي مراقبته ومعالجته وضبطه بشكل ما هو حديث ليس فيه تهويل يعني السكري غير المنضبط أمر جاد وخطير صحيح هذا صحيح لذلك علينا دائما الوقاية من حدوث المضاعفات بالاستمرار منذ البدء عند علمنا بوجود السكري وأيضا من الأفضل التشخيص المبكر لأن بعض الناس لا يعلمون عندهم السكري وهو موجود لديهم فيجب منذ التشخيص المبكر البدء بضبط السكر ومنع ارتفاعات السكر وإضافة إلى ذلك يجب أن نضبط ضغط الدم مع الكوليسترول أيضا هذه الثلاثة المواضيع المهمة يجب أن تكون منضبطة منذ البدء من أجل منع حدوث المضاعفات التي قد تبدأ بشكل بسيط ولكنها تتطور إلى شكل أكبر صعوبة وإلى مشاكل نحن بغينا عنها طيب شاهدنا بعض الأجهزة المتعلقة بضبط السكرية أو نسبة السكرية في الدم من بينها جهاز التحليل في المنزل مثلا ذي الإبرة الضاغطة شاهدنا جهاز آخر يركب في حزام لمرضى السكري ويصدر صفيرا معينا حينما ترتفع النسبة لكن آخر اختراع سمعنا عنه هو شريحة تزرع تحت الجلد إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا العلاج أو هل هو موجود أصلا طبعا هذه الأجهزة هي لقياس مستوى السكر وهذا تطور جيد في هذا المجال لأنه ضبط السكر لا يكون سهلا إلا بعد معلمة مستوى السكر عند الإنسان فلذلك الطريقة القديمة وفحص السكر بين الإصبع موجودة وما زالت هي الشاععة لكن هناك تطور الذي ذكرته قياس السكر مستوى السكر عن طريق السائل تحت الجلد أيضا عن طريق أيضا سموه سينسرس لكن الحديث الذي ذكرته هو الأخير هو زرع السنسر تحت الجلد بحيث يمكن استخدامه لمدة ثلاثة أشهر أو حتى الآن ظهر الجهاز الأجدد ستة أشهر ممكن أن يبقى هناك ويرسل المعلومات ممكن حتى إلى جهاز التليفون الموبايل فون سواء كان أندرويد أو كان الأبل والمجموعة وهو بالأساس لضبط نسبة ومعدل الإنسولين الذي يحتاجه المريض لا حاليا يجب التفريق هذه الأجهزة لقياس مستوى السكر لكن هناك بعض التطورات المضخات للإنسولين لديها علاقة مرتبطة مع بعض الأجهزة بحيث التقييس الذي ذكرتها أعتقد أن يربط بالحزام يكون معه مضخة إنسولين فممكن أن تكون هناك علاقة متبادلة لنقل الأرقام إلى الجهاز لكن ليس لحد الآن موجود بشكل متوفر بشكل تجاري هو أن يكون الجهاز من نفسه يعطي الإنسولين لا يجب أن يتدخل الإنسان وهناك جهاز موجود في أوروبا وأمريكا حاليا ممكن أن يعدل بشكل تلقائي لكن أيضا الإنسان يجب أن يتدخل من أجل الطعام وإدخال كمية الطعام وتقديق كمية الإنسولين لكن هناك تطور كبير ومستمرين في هذا المجال دكتور أحمد حسون استشاري أمراض الغدد صماء السكري أشكر حضرتك شكرا جزيلا